وستنفصل أكثر حول هذا الموضوع معنا مباشرة الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي يؤاف شتيرن أهلا وسهلا بك سيد يؤاف يعني اللقاء الذي جمع بين ممثلي حزب أليكود ورئيس الإسرائيلي أوفن ريفلين كان هناك احتدام في هذا اللقاء ولم يكن لطيفا باعتقادك هل سيستطيعون الضغط بشكل غير مباشر على الرئيس لتكليف بن يمين نتنياهو في تشكيل الحكومة؟ لا اعتبارات الرئيس لا علاقة لها بما يقوله هذا الوفد أو ذكر غير الجواب النهائي في كل ما يتعلق بالتوصية هل حزب معين هو معا مرشح معين أم لا أعتقد أن الرئيس ريفلين له التجربة وله الخبرة بالموضوع يعرف تماما ماذا يعمل وأسئلته التي هي حالة نادرة بأن يمكننا أن نسمع الرئيس ريفلين يتحدث عن السياسة عن طريق هذه الأسئلة يريد أن يواجه رسالة وما نفهم من هذه الأسئلة أنه غير راضي مما يقوم به رئيس الوزراء نتنياهو ومما يحدث على صحة سياسية ككل ريفلين قلق جدا مما يحدث ويكفي فقط أن نستمع لما قاله أنه لا ليس هناك سيناريو لتشكيل حكومة حاليا هو يتحدث عن جولة انتخابات خامسة وإذا الرئيس ريفلين يتحدث عن ذلك فهذا يعني أنه بالفعل ليس هناك أي سيناريو بسيط واضح لتشكيل حكومة في إسرائيل حاليا الانتخابات الخامسة يعني دعنا لا نستبق الأمور كثيرا أو نحاول أن نتجنب نحن ونحن نتحدث معك موضوع الانتخابات الخامسة كما قلت بأن الرئيس ريفلين لديه اعتبارات معينة والاعتبار المركز الذي تحدث عنه رئيس ريفلين هو أن مهمة تشكيل الحكومة ستقع على عاطق من يحصل على أكثر أصوات وبن يمين نتنياهو هو الحاصل على الأصوات الأكثر 52 صوتا حتى اللحظة ويائر لبيت حاصل على 45 صوت نعم هذا صحيح ولكن في هذه اللحظات ونحن نتحدث هنا رئيس ريفلين أعطى مهلة ثانية لممثلي حزب أمل جديد رئاسة كيدون ساعر للتفكير بما يريدون أن يوصف هذا يعني بحد ذاته خطوة رعي تيدية تدل لعمق الأزمة التي نحن موجودين فيها والرئيس ريفلين يعي تماما أننا نحن موجودين في هذه الأزمة أعتقد أنه نعم هي شبه معركة معركة صغيرة على من سيكون أول مرشح لتشكيل الحكومة بين نتنياهو واللطيد بينما بنت كان يريد أن يصل إلى صيرة معينة مع لبيد قبل الوصول إلى بيت الرئيس رئيس الدول أكثر من صيغة التناوب على رئاسة الوزراء يعني نريد أن نعرف أو نفسر ماذا يريد بنت تماما بأنه لم يوصي لا على نتنياهو ولا على لبيد ما الذي يريده بنت هل يريد أن يكون هو في نهاية المطاف بيضة القبان في من سيشكل الحكومة ما رأيك أكيد أكيد هو كان يفضل أنه بدل سبع مقائد في الكنيسة يأخذ على 12 مقائد مما يمكنه بالفعل أن يكون بيضة القبان وساعدها سيأتي لكتلة الممانعة لنتنياهو يقول لهم ماشي نتنياهو مستعد أن يكون رئيس وزراء معي بالتناوب هل أنتم مستعدين لنفس الشيء هو يريد أن يكون رئيس وزراء بكل تأكيد هذا هو الهدف لبنت حاليا وهو يحاول أن يصل إلى هذا المنسب بكل قواته الموسين بنسبة له أكبر يعني نتنياهو لديه 52 هذه ليست أغلبية في البرلمان غيب لنحور بأن يختار مرشح تاني لرئاسة الحكومة أو مثلا هو يعني من الممكن أن يعيد الموضوع إلى الكنيسة لأنه يرى مثلا أنه ليس هناك إمكانية لتشكيل الحكومة نعم إذا كنا سنتذكر انتخابات عام 2009 لم يكن نتنياهو رئيس أكبر حزب مع ذلك حصل على التكليف بتشكيل الحكومة صحيح؟ يعني هناك سيناريوهات متوقعة هناك عدة سيناريوهات حاليا اللي كود هو بالفعل أكبر حزب ولكن المحاصلة هي أنه لدى رئيس الدولة هناك حرية باتخاذ القرار والتكليف لأحد من عداء الكنيسة بتشكيل الحكومة ولهذا السبب هناك أهمية لهذه المشاورات ولكن بنهاية المفاصل على الكنيسة التصويت إلى جانب الحكومة ويجب أن تكون هناك أرلبية للحكومة وفي الحالة التي إحنا موجودين فيها ليس هناك أرلبية لأي من المرشخين وذلك بالسبب الترويق المسدودة التي وصلنا إليه مع نتنياهو هنا يجب التذكير ويجب أن ننبه أن الأحزاب العربية دور مهم جدا صحيح أن هناك قرار منفرد لكل من الأحزاب العربية ولكن للأحزاب العربية هنا دور مهم وما رأيناه اليوم من موقف للحركة العربية للتريير أحمد التيبي موقف مهم جدا وغير عتيادي هو يقول أنا حر وأنا مستعد أنا تفاوض ومستعد أن أعيد النظر في موقفنا مثل ما قام به الأستاذ منصورة باسول الموحدة لكي ربما نرغيغ الصورة السياسية في إسرائيل وأنا أعرف ذلك إشارة إيجابية جدا لماذا لأنه أهل الأحزاب العربية أن تكون جزء لا يتجزأ من اللعب السياسية في إسرائيل ومثل هذه الخطوات تدل على أهمية الدور التي نعم نعم دعنا ننتقل مباشرة سيد يوافشترن عندما يعود الاتصال بك مجددا لكن سننتقل مباشرة من أمام بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو معنا مراسلاتنا سمح وتد لتطلعنا على آخر التطورات في صباق التوصيات أهلا وسهلا بك سمح أهلا مرام للتصحيح أنا أقف من أمام ديوان رئيس الدولة ريؤوبين ريفلين حيث تجري التوصيات منذ صباح هذا اليوم للسباق المحموم فعليا على توصيات من سيكون المرشح الذي سيحظى بهذه المهمة بمهمة تركيب أو تشكيل الحكومة أولا في هذه اللحظات أظن أن أعضاء القائم المشتركة أو نواب القائم المشتركة دخلوا إلى غرفة المشاورات مع رئيس الدولة وهم يجرون الآن المشاورات أنا سألت رئيس القائم المشتركة أي من عودي قبل دخوله في مك إذا كانوا سيوصون أو سيمتنعون وكانت الإجابة أنهم سيمتنعون ولكن علينا أن ننتظر لنعرف ما هي الإجابات الحقيقية بعد قليل سنكون معكم مع النتائج نعم نعم سماح وما احتمالية أيضا بالنسبة للقائمة الموحدة هل هناك أخبار ما إذا كانت ستوصي أم لا يعني الأمور تبدو ضبابية أيضا من ناحية القائمة الموحدة مصادر في القائمة الموحدة التقيت بها هنا قالت أنه حتى الآن تبدو الصورة غير واضحة على ما يبدو أنهم لا يريدون التصريح حتى هذه اللحظة ما الذي ينون فعله ولكن الوقت يعني خلال نصف ساعة سنعرف ما الذي سيحدث وطبعا سنوافقكم بجميع التفاصيل نعم سمح سنعود إليك لنعرف مزيد من التفاصيل ماذا سيكون قرار القائمة المشتركة وقرار القائمة الموحدة شكرا لك وأعود إليك سيد يؤاف سمعت لما قالته مراسلتنا سمح وتتعتقد أن القائمة المشتركة تنتظر لتعلم جيدا كيف سيتم أو التصويت مثلا قدع ساعة لمن سيصود ثم ستحسم أمرها برأيك حسب ما سمعنا القائمة المشتركة هي ليست مشتركة مثل ما كانت علي بالماضي وهذا هي ليست أخبار جديدة وإنما نراها على طول الطريق أنا شخصيا أعتقد أنه على العرب مثل ما قلت يعني أنه على العرب أن يأخذوا دور مركزي في اتخاذ القرار السياسي في إسرائيل وهذا يعني أنه بدل مثلا الامتناع من التوصية مثل ما يقولون في تجمع أو الجبهة التي تقول إحنا لا نوصي على أحد يجب أن يلعب دور وناخب ما قاله في آخر انتخابات قال إحنا نريد الموحدة لأنها تلعب دور في السياسة الإسرائيلية ونعم مستعدة لدخول إلى حكومة نتانياو أو داعم لحكومة نتانياو هناك يعني المبدأ أنه يجب على العرب أن يأخذوا دورهم أعتقد أنه كل الناخبين يتفقون هذا المبدأ هل يجب أن ينضموا إلى حكومة نتانياو أو حكومة يمين هذا إشيء ثاني ولكن مبدأ التأثير والمشاركة في اللعبة السياسية أنا أعتقد أنه الناخب العربي يريد هذا التأثير لأنه فقط عن طريق التأثير أنت تستطيع أن تغير صورة على أرض الواقع إذا بدك موازنة مكلا كسم من الموارد العامة أو التأثير على السياسة العامة الخارجية لإسرائيل الاحتلال كل ما يتعلق بالعملية السيسية فقط عن طريق التأثير ممكن تغير الواقع لهذا السبب أعتقد أنه موقف التي يقول إحنا سنمتني لأنه إحنا قانت خيب أمالنا في الجولة السابقة أنا أعتقد أنه هذا غير كافي كسبب للامتناع من التوصية في هذه المرحلة والعرب أن يكونوا أكثر مركزيين فيما يحدث طيب دعنا نتحدث ربما عن حضوظ لبيد في تشكيل الحكومة هل هناك حضوظ لديه؟ لبيد يريد أن يشكي الحكومة ولكن ليس هناك ما يكفي من المقاعد هو بحاجة إلى بنت لكي يشكي للحكومة وبنت رير مستعد أن يندم لحكومة لبيد أو أي حكومة حتى الآن على الأقل مع تأييد عربي لهذه الحكومة فهذا يعني أنه إحنا في طريق مصدود ليس هناك ما يكفي من مقاعد للبيد لكي يشكي الحكومة وحتى لو كان هو مستعد مثلا حتى الآن بالمناسبة لهذا اليوم نرى أن الاتصالات ما بين لبيد وبينت يعني لم تصل إلى نتيجة وهذا يعني بنت يأتي أو حزبه يأتي إلى مقار رؤساء إسرائيل وهم يقولون نريد فقط توصية عن نفسنا يعني هذا شو نتيجة من توصية عن بنت نفسه وليس هناك أي نتيجة أعتقد أن النتيجة بنهاية المطاف إذا وافق بنت الدخول إلى ايطلاف فيه ممثلين عرب ساعتها كل شيء ممكن وكل شيء متاح تناور مع لبيد وكل شيء نعم يعني أنا كنت أريد أن أتفادى موضوع الحديث عن الانتخابات الخامسة معك ولكن يعني بلهات المطاف نحن نعود للحديث مجددا عن الانتخابات الخامسة يعني بسياق كل ما ذكرت وكل ما سألتك عنه نحن نعود إلى موضوع الانتخابات الخامسة في الانتخابات الخامسة سيخسر كثيرون وسيربح البعض من سيربح ومن سيخسر إذا فتنا الانتخابات الخامسة أول شيء نبلش من الموحدة أعتقد أن الموحدة في المخاطرة التي كانت يعني اللي هم أخذوا على أنفسهم أعتقد أن إذا كانت هناك جولة انتخابات خامسة فهم يفوزون بالمزيد من الأصوات حقيقة إنهم اجتازوا نسبة الحسن يعني للمصوتين العرب إنهم هذا ليس بمثابة تضييع للأصوات وإنما الموحدة ستكون موجودة لكن هناك الكثير من الانتقادات على الموحدة في الشارع العربي هناك الكثير من الانتقادات وأنا حاسس أن هناك غربة حقيقية لتأثير على اتخاذ القرار إذا كان مع نتانياو فليكن مع نتانياو إذا كان مع الفيد فليكن مع الفيد المشاركة في العلوب السياسي هذا ما يريده نخي بالعرب حسب ما أنا شايف وهذا مبدأ بحد ذاته اللي أنا شايفه تير إيجابي يعني لأنه فقط هكذا تستطيع الأمور أن تتغير في إسرائيل هناك أحزاب أخرى يعني تريد جولة انتخابات إضافية على رأسها نتانياو نتانياو رير راضي من ما يحدث وهدف السامي لنتانياو هو تغيير القانون والسن القانون الفرنسي وإذا كان هناك مثلا أقل أصوات للعرب أو أقل أصوات في الوسط أو للغانس أو جيدون ساعر التي هو خيب خاب الأمال الكثيرين في إسرائيل بعد ما حصل على ست مقائد يعني هذا لا يكفي حزب يرى نفسه بديل للي كود نتانياو يعرف تماما أن جولة انتخابات إضافية تمكنه من تغيير هو ليس بحاجة إلى الكثير لكي يرهي بصورة إسرائيل وكل تغيير بسيط في الأصوات يخدمه ويعرف أن الناخب الإسرائيلي يأس مما يحدث وربما هذا يخدمه لأن مشجعي دائمين نتانياو يرى في المحكمة ومحاكمته ملاحقة سياسية وهذا يزيد من تشجيعهم لهم نتانياو معني بتغيير هذه السورة وهو معني بالذهاب إلى انتخابات إضافية ولكن ربما ليس الآن وإنما بعد مماطلة معينة نعم يعني نتانياو ربما يكون هو الرابح الأكبر إذا ما توجه الشارع الإسرائيلي إلى الانتخابات الخامسة هذا ما أفهمه منك ولكن نتانياو اليوم كان في المحكمة يدلي بشهادته وبإفادته بالنسبة لجلسة الاستماع كل هذا لا يؤثر في سياق أو في القرار السياسي ربما عند الرئيس ريفلان ريفلان كان يتحدث عن هذا الموضوع واترح هذا السؤال لدى اجتماعاته مع بعض الأحزاب ولكن ليس في يده ما يفعله الأمور واضحة جدا جمهور كبير في إسرائيل مجموعة كبيرة من الجمهور في إسرائيل تقريبا ربع المصاويتين يريدون نتانياو نتانياو التي يطهم في المحكمة 30 ما قعد في الكنيسة من أصل 120 هذا يعني هناك جمهور كبير في إسرائيل معني بوجود نتانياو واستمرار نتانياو كان رئيسا للوزراء برد النظر عن الفصاد التي هو منطهم فيه وبقية المشاكل التي يفعله للغيفل ليس في يده ما يقوم به وللمحكمة أيضا المحكمة سامحت أن يستمر نتانياو في أدام مهامه هذه مشكلة وهناك نواقص في قانون الإسرائيلي هذا هو أحد النواقص وربما يكون هناك جمع في الكنيسة لا أعرف ماذا سيكون موقف الموحدة ولكن مع الموحدة هناك أغلبية لتغيير القانون بحيث يمنع ترشيح وضو كنيسة متهم بالفصاد وأثناء المحاكمة بتكليفه كمغشح لرئاسة الحكومة نعم نعم إذن ننتقل الآن سيد يؤاف إلى سيدة عيدة تومى عضو الكنيسة عن القائمة المشتركة أهلا وسهلا بك سيدة عيدة سيدة عيدة في الدورة السابقة أوصيتم على بني جانس لتشكيل الحكومة وهذه المرة أنتم ترفضون التوصية ما هي الأسباب؟ الأسباب كثيرة نعم نحن في المرة السابقة قدمت توصية على جانس كان هدفها في الأساس منع نتنياهو تشكيل حكومة الخارطة السياسية في الانتخابات السابقة ارتسمت بشكل مختلف عما هي اليوم معظم القوى الرئيسية التي كانت مقابل نتنياهو كانت بغالبيتها قوى ما يسمى مركز يميل قليلا أحيانا إلى اليمين لكن في الأكثر يميل نحو اليسار وكانت هي الكتلة الأساسية التي ستشكل البديل لناتنياهو وعتقدنا أنه أفضل عندما يتوفر هذين الخيارين إما نتنياهو أو كتلة من هذا النوع أن نحاول صد نتنياهو ليس إيمانا منا بأن جانس هو الذي سينفذ كل ما نريده في الحياة السياسية ولكن هذا كان الهدف اليوم الوضع مختلف اليوم لدينا تشكيلة في الكنيسة حوالي 72-73 عضو كناسة يمين مطلق ويمين استيطاني ويمين يريد أرض إسرائيل الكبرى جزء من هذا اليمين موجود فيما يسمى بمعذكر التغيير يعني بمعنى أن الخيارات اليوم هي أو المعركة تدور بين من من اليمين يريد أن يسيطر على الخارطة السياسية في إسرائيل هل اليمين الليبرالي أو اليمين المتدين هذه معركة ليس لا تعنينا ولكن نحن لا نريد أن نفاضل بينهما اليمينين هم غير طبعين اليوم تأكدت أكثر المخاوف عندما علمنا بأن هناك شبه اتفاق بين بينت وبين لبيد بأن أي توصية على لبيد قد تقود فعلا إلى إعطاء بينت الإمكانية ليكون رئيس حكومة لا يدور الحديث على لبيد أولا وحتى لو كانت هناك نوع من التناوب فسيبدأ ببينت بينت هو أيضا يمين ويمين متطرف لذلك نحن لا نعتقد بأننا يجب أن نوصي على أي من الطرفين في هذه المعادلة كانت أمام لبيد الفرصة أن لا يبتز بهذه الطريقة وأن يسلم رئاسة الحكومة بهذا الشكل لبينت هو لم يشاورنا نحن ارتعينا بأنه الآن لا نريد أن نوصي لأن التوصية على لبيد قد تكون توصية على بينت عملية نعم لكنه لم يسلمها بعد وأنتم أو صيتم على بني جانس الذي تحالف في مرحلة مقبلة مع بن يمين نتنياهو على كل الأحوال يعني القائمة المشتركة دوما تقول لا اسمحي لي نعم تفضلي اسمحي لي أنتوا تقولين أنكم أوصيتم على جانس الذي انتهى بأن يقيم حكومة مع نتنياهو أوصينا على جانس عندما طرح نفسه كبديل من قوى المركز الأساسية وقوى ما يسمى اليسار الصهيوني بديل لنتنياهو نحن لم نوصي عليه ليدخل لحكومة نتنياهو بالعكس يعني والجمهور عاقبوا على هذه القطوة بالتالي نحن الآن وعلى ضوء التجربة السابقة وعلى ضوء ما حدث في التجربة السابقة نحن حذرين في الهرولة أو في إعطاء التوصيات التي قد تفضي إلى يمين أيضا متطرف في رئاسة الحكومة نعم أنتم تقولون دوما كقائمة مشتركة أنكم تريدون أن تكونوا مؤثرين هل تعتقد أن قرار عدم التوصي هو ربما قرار صائب؟ نحن نريد أن نكون مؤثرين في تغيير الخارطة السياسية نحن نريد أن نكون مؤثرين في جذب القرارات السياسية نحو مصالح الفئات التي نمثلها ونحو الأفضل لجماهيرنا العربية الفلسطينية ولشعبنا الفلسطيني والمواطنين عامة في دولة إسرائيل التأثير ليس بأن تقرر من يكون جلادك لأن الخيار بين بينت ونتنياه هو على هذه الشاكلة التأثير هو بأن تمنع وجود جلاد التأثير هو بأن تضغط باتجاه أن تكون حكومة تنفذ تقريبا أجزاء أو جزء كبير من المطالب الحقيقية وتتجه نحو ما نريده في الحياة السياسية نحن قلنا خلال فترة الانتخابات نحن أبعد نقطة على الخارطة السياسية من نتنياهو من يريد أن نوصي عليه أن يقترب أكثر ما يمكن علينا وأن يبتعد أكثر ما يمكن عن اليمين نحن لسنا بصدد فقط تغيير نتنياهو الشخص ولكننا نريد التأثير لتغيير النهج والسياسة والتوجه العام تجاهنا نعم الخلافات بين القائمة المشتركة تزداد يعني الجبهة والتجمع ضد التوصية وأحمد الطيبي بقائمة العربية للتغيير يريدون التوصية على اللابيد ما أسباب هذه الخلافات الآن ونحن نتحدث تتم المشاورات في بيت رئيس الدولة وأنا أعتقد بأن الأخوة في العربية للتغيير قالوا أنهم ينتظرون اللحظة الأخيرة للتشاور والإقرار الجبهة والتجمع أصدروا قراراتهم التجمع قبل يومين الجبهة في منتصف هذا النهار وأعتقد بأن المشاورات الآن تؤكد بأنه ليس هناك خلافات قد نختلف على التوقيت قد يريد البعض فسحة إضافية ليفحص إمكانية بالفعل إمكانية التأثير حتى اللحظة الأخيرة ولكن الآن عمليا يتم تقديم الموقف أمام رئيس الدولة نعم شكرا لك سيدة عيدة تومى عضو الكنيسة عن القائمة المشتركة شكرا جزيلا لك وعودة إليك سيد جعاف شترن سمعت ما قالته سيدة عيدة تومى ما تعقبك على هذا الموضوع؟ أنا أقول أنه نعم بنسبة لعلاقات كل ما يتعلق بالاحتلال وظافة الغربية والشعب الفلسطيني فليس هناك ربما فرق كبير ما بين بينت ونيتانياو ولكنني أعتقد أنه للناخب العربي والمواطن العربي هناك بعيونهم فرق شاسع ما بينتانياو وبينت وليس فقط هذا فقط أن المشاركة والتوصية حتى ولو ليس هناك قاسم مشترك كبير أو ليس هناك إجماع أو اتفاق على الخطوط العريضة للحكومة القادمة يجب للأرب أن يسمعون صوتهم ويجب لا يمتنعوا في توصية على المرشح ودورهم وما قاموا به اليوم نتحدث عن هذا الموضوع هذه مشاركة فعالة جدا وتأثير كبير على مجاري الأمور في إسرائيل وأنا أعتقد أن هذا يخدم بنهاية المطاف أيضا الشعب الفلسطيني عندما هناك أقلية كبيرة فلسطينية عربية داخل إسرائيل تريد المشاركة حتى ولو كانت فقط بالتوصية نعم وجود العرب مؤثر ومهم جدا بحد ذاته في الكنيسة ولكن التأثير سيكون أكبر إذا شاركوا في اللعبة الكل وربما انداموا إلى الحكومة وربما يعني أثروا على اتخاذ القرار ليس فقط من الخارج كمعارضة لأنه كل الحكومات في إسرائيل مستمرة في الاحتلال وإنما يكونوا مع المشاركة يعني الموحدة تريد أن تؤثر على نتانياو كبيضة القبان هي تريد تأثير من هناك وماذا سيقول منسور عباس إذا ليس هذا الكلام ونفس المطالبات التي سمعناها من المشتغل نعم شكرا لك جزيل الشكر الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي وعاف شترن شكرا لك